ترأس مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري بغرفة عمليات مكتب الصحة اجتماعا طارئا ضم فريق الطوارئ والوبائيات بساحل حضرموت وذلك للاطلاع على الاضرار الناجمة عن اعصار لبان في المديريات الشرقية للمحافظة ومناقشة خطة التداخلات العاجلة لتلك المديريات وفي الاجتماع جرى استعراض اخر المستجدات في المديريات الشرقية وحجم الاضرار التي تعرضت لها المرافق والمباني الصحية في تلك المديريات نتيجة الاعصار لبان لاسيما مديرية الريدة وقصيعر والمناطق المحاذية لمحافظة المهرة واعداد خطة للتداخلات العاجلة في حصر اضرار المؤسسات الصحية بالمديرية الشرقية من خلال النزول الميداني لتلك المديريات والاسرع في تقديم الرعاية الصحية الشاملة في اماكن النزوح في مدينة قصيعر ومنطقة معبر مع التأكيد على ضرورة تنفيذ حملات طبية وعلاجية وحملات رش استباقية